في لحظة تتسم بالمرح والجرأة والتهور وفي رحلة تخطف الأنفاس ربط سبعة أشخاص أنفسهم بمظلة واحدة حلقوا بها نحو أربعين دقيقة فوق منطقة ريفية في فرنسا وقام المتهورون السبعة بالتحليق في الهواء في فرنسا على ارتفاع ألف وستمائة وخمسين مترا مستخدمين مظلة من القماش بلغت مساحتها 344 مترا مربعا ومنذ بداية الرحلة قام أحد المغامرين المشاركين بتوثيق الرحلة حيث سجل بكاميراته لقطات للمظلة والاستعدادات قبل الشروع في الطيران ويشار إلى أن مساحة المظلات في العادة لا تزيد على 115 مترا مربعا وبالتالي فإن المظلة المستخدمة في هذه الجولة أكبر بنحو ثلاث مرات تقريبا من التقليدي وذلك لمعادلة الحمل الثقيل وأثناء الرحلة كان المغامرون السبعة يظهرون مفعمين بالحيوية والسعادة فيما بدى الريف الفرنسي خلابا بما فيه من بحيرات وجبال ومناظر بديعة وفي نهاية الرحلة حتى المغامرون على الأرض بسهولة وأمان رائع التجربة شيقة وحماسية جدا لكنها خطرة جدا يا موجز أنا لا أستطيع أن أخذ مثل تلك التجربة في الظروف العادية كيف سأفعلها مع سبعة أشخاص مرة واحدة ولماذا يا مفتاح هذه التجارب تقدم لك إحساسا رائعا مزجا بين الحماس والخوف والترفيه أيضا لكن أنا أخاف من المرتفعات كثيرا ولم يمكنني أن أتخيل نفسي معلقا في الهواء بحبي لكنها حقا تجربة تستحق أن تقودها ولو مرة واحدة بعمرك طبعا مع مراعاة قواعد السلامة والأمان وتحت إشراف متخصص يستطيع أن يقود التجربة حسنا سأفكر في الأمر